بسم الله الرحمن الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن ولاه واتبع هداه وبعد فإن المسجد الأقصى من المساجد العظيمة التي لها مكانة كبيرة عند الله تبارك وتعالى ولها مكانة عظيمة عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي نفوس المسلمين كيف لا والمسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى القبلتين تخيلوا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمون كانوا يتجهون في صلاتهم وكانت قبلتهم المسجد الأقصى حتى هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وظلت قبلتهم هي المسجد الأقصى حتى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلوح يوجهه في السماء ويريد من الله تبارك وتعالى أن يحوله إلى البيت الحرام فقال الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فحولوا إلى المسجد الحرام بعد الهجرة بستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا المسجد الأقصى جاء في فضله آيات كثيرة في القرآن الكريم منها قول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فالمسجد الأقصى مسجد مبارك ومبارك ما حوله يقول ربنا تبارك وتعالى ونجيناه أي سيدنا إبراهيم عليه السلام ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين المسجد الأقصى هو المكان الذي سينفق فيه في الصور ليقوم الناس لرب العالمين يقول ربنا تبارك وتعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج فالمكان القريب هو المسجد الأقصى المسجد الأقصى هي الأرض التي آوت سيدنا عيسى عليه السلام يقول ربنا تبارك وتعالى وَجَعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ قيل هي فلسطين وقيل هي مصر المسجد الأقصى هي الأرض المقدسة التي قال الله عنها يا قوم دقلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ إلى غيرها من الآيات وجاء في فضل المسجد الأقصى من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكثير والكثير فمن ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أي مسجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام قيل ثم أي قال المسجد الأقصى قيل كم بينهما يا رسول الله قال أربعون عاما المسجد الأقصى الصلاة فيه أجر الصلاة فيه بخمسمائة صلاة يعني عندما تصلي صلاة واحدة يكتب الله لك أجر خمسمائة صلاة كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجد بألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة المسجد الأقصى له خصيصة يجوز للإنسان أن يشد الرحلة إليه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا المسجد الأقصى من يذهب إلى زيارته وإلى الصلاة فيه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه في الحديث الصحيح لما فرغ سليمان بن داود من بناء المسجد الأقصى صأل الله ثلاثا حكما يوافق حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأن لا يأتي أحد المسجد الأقصى فيصلي فيه إلا خري من ذنوبه كيوم ولدته أمه فأعطاه الله اثنتين وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا المسجد الأقصى وأن يرده إلى المسلمين مردا جميلا وصل اللهم وسلم وبارك على مولانا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين